السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى أن تكتنوا بخير تقبل الله صيام الجميع تقبل الله صيام والقيام وحشرنا في زمرة المصطفى خير الأنم سنشرع في سلسلة من تصحيح لذلك نشيطا لا تتراموالها لذلك ذلك لذلك نسمى نسمى نقبل نسيطان نقبل نسيطان نسيطان نقبل نسيطان نسيطان جنب نسيطان المترجم للقناة 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 إذن عنوان الدرس الشتاء الشتاء واحد الحوار لديالوج لكن سين استمع وردد استمعوا بأذن ورددوا بفامي وليساني وشفتي et vous avez la consigne pour les Européens donc en français, in English, und Deutsch هيا بنا نقرأ هذا الحوار الصغير بسم الله كيف الجو اليوم يا صباح وعيد كيف الجو اليوم يا صباح الجو بارد الجو بارد هذا فصل الشتاء donc l'illustration pour ce petit dialogue c'est bien cette belle image qui représente فصل الشتاء نرى الأولاد الأولاد يلعبون بالثلج ويلبسون ثياب صوفية لأن البرد قارس نعم نقرأ الحوار مرة أخرى إن شاء الله كيف الجو اليوم يا صباح الجو بارد هذا فصل الشتاء عزيزي التلميذ بعد قراءة الحوار أطلب منك أن تقرأ الحوار حتى ترضى بقراءتك نعم ثم ثم ينعرد تسجيل تسجيل ساوتي تبعث تسجيل القراء الحوار أطلب list كيف تسجيل تسجيل ستحت لتفعل هذا الهيئي ونحن تتخبره ونحن تتخبره ونحن تتخبره ونحن نمي نجد أعلم أنه كانت أخراج لكن لا يوجد أن يعدني أخراج لن تريد أن يعدني أنني أخراج ونحن نحن نحن فقط أنه لن تحقيق نقوم بس نقوم بسرعة لطفق ونقوم بسرعة لطفق نقوم بسرعة لطفق في المنواطق الرقم سواء بالطفق الرقم بدون فى اسمع فى سمع فى السمع فى qui ب используется فى قلة فى الخفل فى خدا فى خدا وفى خدا وهى فى خدا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بفمي ولساني وشفتاي حرف الصاد صاد 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 صباح فصل قميص نعم حرف الصاد اذا كان في اول الكلمة يكتبوا هكذا مثل صباح صباح هنا باللون الاحمر اضع دائرة على حرف الصاد الصاد في اول الكلمة هكذا هذا الحرف هذا الصاد في اول كلمة لأن الكلمة اكملها من هنا ولا شيء هنا اما حرف الصاد اما حرف الصاد في وسط الكلمة فتكتب هكذا لأن لأن قبله قبله حرف وبعده حرف حرف آخر مثل فصل فصل ففي كلمة فصل عندي هنا حرف الصاد الصاد مثل هذا الصاد اما في آخر الكلمة فتكتب حرف الصاد هكذا مثل قميص ففي قميص حرف الصاد يكتب هكذا مثل هذا الصاد لأن فيه في حرف قبله ولا حرف بعده الآن نعيد حرف الصاد حرف الصاد في الأول في الوسط وفي آخر الكلمة إذن عزيزي التلميذ انظر واستمع وردد صاد 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 وأخيرا صاد وصاد في أول كلمة في وسط الكلمة وفي آخر الكلمة انظر واستمع وردد بعده رجع اكت وردد بعده صباح صباح في وسط الكلمة فصل فصل آخر الكلمة قميص قميص مرة أخرى وبسرعة صاد 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 صباح فصل قميص احسنت جيد وأخيرا عزيزي التلميذ المقطع الرابع هنا دائما في أسفل صحات 9 وث FIL لا هنا وحصان وبردد 所以 انظر كلمة أخرى نعب وقميص كلمة تلك و دائما نعب لذا سأضر في دائما تكلمة بعيني كلمة أسمع بأذني وأردد بفمي شفتاي ولساني إذن انظر واستمع وردد معي فصل الربيع وهنا صورة جميلة لفصل الربيع ففي فصل الربيع الطبيعة خضراء والأشجار تكسوها أظهار جميلة والعصافير فرحة تزقزق على أخصان الأشجار